المفصل هو نقطة التقاء بين عضمتين في الجسم نقطة الالتقاء دي هي اللي بيحصل عندها الحركة فأي مفصل في الجسم لو حصل فيه نوع من أنواع الالتهاب بنسميها خشونة المفاصل في الجسم بتتقسم لأنواع مختلفة علميا لو حطناها في ثلاث تأسيمات كده حسب توصيفاتنا العلمية بنسميها فايبرس جوينت وكارتليجينس جوينت وسينوفيال جوينت النوعين التانيين اللي هما كارتليجينس وسينوفيال دول النوعين اللي بيحصل فيهم أكتر مشاكل الخشونة كارتليجينس يعني غدروفي وسينوفيال يعني زلالي كل ما المفصل بيحصل عليه حركة أكتر كل ما تركيبه بيكون معقد أكتر وعدد الحاجات اللي دخلها في تركيبه بتكون أكتر فطالما الحاجات اللي بتكون المفصل زادت فاحتمالية حدوث مشاكل في المفصل ده زيادة المفصل الأشهر عند الناس اللي بيحصل عنده خشونة أو ألام أو مشاكل هو مفصل الركبة لكن الجسم فيه مفصل الكوع والكتف والركبة ومفاصل الفقرات ومفاصل الحوض ومفصل مشهور جدا عندنا النهاردة اسمه المفصل العجزي الحرقفي ما كناش بنتنبه لي زمان كتير وكان دايما يجي لنا عينين أو مرضى بيشتكوا من ألام أسفل الظهر مع ألام في منطقة المقعدة ونشخص ده بانزلاق غضروفي مثلا أو بمشاكل في أسفل الظهر أو كده ونكتشف بعد فترة أنه العلاج مش جايب نتيجة وبعد تدقيق شوية نلاقي التهاب في المفصل العجزي الحرقفي وده مفصل مهم جدا وبرضو من المفاصل اللي عليها حركة كتيرة رغم أنه أكثر ثباتة من باقي المفاصل لكنه هو المفصل اللي ما بين العمود الفقري وما بين عظمة الحوض فهو مفصل مهم وبيتم عليه حركات كتيرة جدا فمش بس مفصل الرجبة لا إحنا عندنا مفاصل كتيرة ممكن يحصل فيها التهاب وخشونة لكن أشهرها والدارج أنه أكتر شكوى بنسمعها عند مرضى المفاصل هي ألام في مفصل الرجبة طيب دكتور هي إيه ساب الخشونة عمتا بصفة عامة خالص في أي مفصل سواء الرجبة أو غيرها من المفاصل أسباب الخشونة مرتبطة أكتر وأكبر سبب هو عامل الزمن تقدم العمر يعني تقدم العمر أو الزمن أو كمان لو حد بيمارس عداد معينة خاطئة بصفة مستمرة بيأثر المدة الزمنية اللي عايش فيها المفصل بشكل سليم يعني الاستهلاك بتاع المفصل ما بقاش بيتم بشكل منضبط فبالتالي بيحصل عنده خشونة في أعمار بدري وده بقينا بنشوفه كتير النهاردة في الناس اللي بتمارس أعمال مرتبطة بالوقوف لساعات طويلة أو القعدة لساعات طويلة تحريك المفصل نفسه بطريقة غلط أو بطريقة فيها تحميل وزن الجسم على الرجل المدة طويلة أو بطرق غلط كل دي عوامل بتأثر المدة الصلاحية بتاعت المفصل هل الألام دايما نتجع عن خشونة؟ أكيد لا علشان كده بيجي دور مهم جدا هو الفحص الكلينيكي للمريض عشان أقدر أقول هو عنده خشونة أيا كان درجتها إيه فيه خشونة من الدرجة الأولى لحد الرابعة والربعة دي هي أقصى حاجة طبعا أو عنده مشكلة في حاجة تانية مسماعة معاه بألام كشف أو هو شايف أنه سنه صغير على أنه جيله خشونة فبيتخيل أنه الألم ده نتيجة حاجة بسيطة بياخد لها علاجات فترة طويلة فبالتالي الألام ما بتروحش والموضوع ما بيتعليقش وهو ماشي في سكة غلط فمهم جدا دور الفحص